السلام عليكم جايك و املي اي معاكم بريمي اسماعيل ان شاء الله هنبدأ في السيشن دي هنشرح بعض التوبيكس الخاص بالSH ونكلم على النيتورك تايم بروتوكول طبعا احنا تكلمنا في السيشن اللي فاتت على بعض التوبيكس كده المهمة اللي هي which is included ان شاء الله في ال RHTE exam تكلمنا عن system configuration and management علمنا ازاي ان احنا نقدر نتوبيجر نتوبيج تيمنج الان احنا نعرف ازاي نحن نعمل وكلمنا على الانباوندdns وكلمنا على البعض نشاء الله سنكلم على الاس ان بي والداتباسي سيروفس في السيشن الوحده و السيشن اللي بعده سنكلم على الاتش تي تي بي و الاتش تي بايز هنكلم في السيشن الوحده والبعديه سنكلم على ناف شيرينج و و هنكلم على حاجه البيزيك شيرل يجب أن تنشح أجل مكتبات يعطي المتحدة في البداية أنا أحب أن أعلم أمضاع أي موسم العام أقط أحرح أي بعض المطبق عن بعض المفضل التي يجب أن تكون تفاعد بهم لن بدأ على S.H الش اولا هنشرح الkey based authentication وفي بعد كده requirement انت محتاج ان انت تجارنتي requirement دي قبل ما تبدأ تكونفوجر الدنيا اول حاجة انت محتاج ان انت او عشان تقدر تسيكيور فعلا الش بتاعك لازم تبريفانت root account from login إذا اصبح ال�rite ssh user انت ستدناي روت account انه يقدر يكنكت على اي سيرفر تمام لان نتيجيا ان كانت مساكيور خاصة ان ممكن ان يحصل على الroot فقدر انه يجي ناكس على كل السيرفر اللي اللي موجودة عندك على السيرفر بطاقة يحتاج ان استخدام الانقاء اجتماع لن تضيف نتبريفان الواجب conveyor وكما تحتاجين على الواجبات ممكن تقدر تغير sh port tag والport default 22 ممكن تغير عايد لأي port يعني. تمام؟ where you can monitor the file log under slash var under slash secure for any security issues. طب البروستات sh بتتم على 4 steps. اول step طبعا ال client تمام؟ بيجنرات زي 2 keys private key و public key. يبعث أول حاجة للسيرف. يقولوا الله يا سيرف نحيزة ال الانشية الحلقة. فيبعثه زي ال الاسيرف بيرد عليه بحاجة اسمها challenge string challenge بيكون اولى already decrypted. ال client بيعمل لها encrypt using his private key و يبعثها للسيرفر و يأخذ حلقة ال الاسيرف يعمل لها decrypt وهيكومبير بين الـ two strings لو ماتشد اوكي بقى كده الـ connection is starting between client and server دي كانت الجزائي دي فالأول حاجة الـ client بيعملها أول حاجة هتكاريت normal user عالي خالص على post server and client انت برضو you don't need to create post user on server and client لو انت عندك الـ dap server دينية يبقى centralized فany user can login from any machine طالما هو login على الـ domain يبقى هتـ add user ويتخذ الـ user يـ generate the keys وبعدين الـ user أو client هيـ copy الـ key ده أو public key للـ server تعالوا كده مع بعض نبدأ الـ configuration اوكي 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 ده الـ clients وده الايه الـ root اوكي ده الـ server طب نتكاريت مع بعض الوقت user عالي خالص مثلاً user add user add user add user add user add rami نقول له مثلا باسوورد passwd رامي نوفر نغير باسوورد ونغير باسوورد ونكري بورد نفس اليوزر على السورفور مشين قول له user add رامي نقول له passwd رامي باسوورد حسنا نسويتس يوزر لليوزر اللي هو اسمه رامي ونبدأ نحن نجنرات الكي نقول له sh-keygen ممكن نقول له dash-t type rca وليدي ده الديفولت الديفولت مثل يعني rsa ونبريس اوكي طبعا هيقول ليو want to service مش عارف ايضا البابليكيز على ال home directory تحت .sh اوكي نحن ندخل post-read first phrase for more security طوله اوكي هاتست post-read كده already the case generated حتى عشان تقدر تشوف الكيز already generated by client طوله sd.sh اوكي في عندنا ايه عندنا توكيز ال id underscore rsa والid underscore rsa.pub ال client تاخد ال id underscore rsa.pub ده هيعمله copying ل ال server using this command نقول له sh-copy-id ونحدد له ال server تانيه هو redhat.server.com yes password اوكي اوكي كده الكيز already added طبع عشان يقدرني validate نقول له su-romi نقول له cd.sh 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 ls اوكي في عندنا فايل كده هو اسم نقوم بإمكاننا بشكل ممكس و أخراج و هم نظام إمكاننا الخاص بشكل ممكس و هناك أخرين من خاصة إصبار الخاص بشكل ممكس لامعاد نقوم بشكل ممكس نقوم بشكل ممكس هنا يمكنك إضافة هنا يمكنك إضافة إضافة ألا تستمع سمع قم بإضافة وإضافة سمع تحت كزا و ايه تاني في ايه تاني باسورد الاثنوكيشن ممكن تخلي باسورد الاثنوكيشن دي ياس نو قصدي بيش باسورد الاثنوكيشن تدسيبه نو و ايه تاني يقف نخلي الكيباسد الاثنوكيشن بابليك برمات الروت لوجين دي ممكن لو انت عايز هي قمانتت فممش اكتف خليها نجيزها مهايي كده مش تفرق معنا ايه تاني يعني هندي بقى كل الحاجات فيه عندنا هو ال اكس الفوروردنج ممكن دي نخليها نو دي معناها اي ان لو كلاينت حبي اس اتش على السيربر ممكن يفتح جيو اي ابليكيشن تمام نحن جرس نخليها نو تمام و اي تاني اه طبعا نخلي الببليك كي او سيناكيشن ياسف انا خليتها نو فامسو سوي خلي ببليك اه فين ببليك كي او سيناكيشن او ببليك كي او سيناكيشن دي هنخليها اي سيناكيشن تمام و اي تاني او كي او كي او كده خلاص خلطنا الكافيكشن فايل system ctl restart ssh d نحن نضغل client sh على server رومي readhead.server.com postphrase ندخل الpostphrase كده ال client دخل من غير password authentication بوضي انا موجود في ال home directory host name readhead.server.com لكتب log out و clear طب دي كانت الجزئية الخاصة بال sh على server using k-based authentication طب هنبدأ مع بعض بقى تاني نراجع الجزئية الخاصة بال NTP أو network time protocol طبعا ن ستأتدعم انتبغي قعدي طابعة النتبغ فري dipping protocol Shortly لدالها بمعلغة استخدام الفريق من غير مكتشرات نتيبغة انتبغة انتبável مناسبة انتبغة انتبغة تج Jenks ثم ننطلق مع بعض نبدأ على السيربر نقول له يم ننضي محتاج نباتها محتاج نعاد نتحرك مع بعض نتحرك ننضي الانتب مستحرك نتحرك firewall using this command firewall-cmd-permanent add-service equals intb firewall-cmd-reload firewall-cmd-list firewall-cmd-st-all intb الاستمام تمام و هنبدأ رحل착 بالفعل ال foul الخاص ب server لكن قبل ان في فعل ال teammates يجب عليهم ان تغير ال time zone بقل استقرار ال time is يعني مثلا تلست كل الـ time zone تقوله list-time-d 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 list-time-zone list-time-zone list-time-date list-time-zone list-time-d list-time-d ました مثلا تخليها افريكا كايرو من فارد زونز نشوف كده مع بعض الزونز افريكا كايرو نحن نغيرها افريكا كايرو ممكن نخطي من ستايم بردو فعلم نتخليه مثلا اي حاجة اي time نتخلي مثلا . zero. zero ماشي 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 اول حاجة ما يحتاجين اول حاجة تعملها يابنى ما تدخل في الخاص بالفايل بتاع الخرون دي تمنتين بس ان الدنيا تمام عندك ويدخل على ويدخل على ويدخل على هتقلاو كل كلايت ما هو يقدر ان هو يأكسسه الانت بي سيربر هت بس هتقلاو كل نتوورك تاعتك 0-24 دي كل الانت محتاج تعملها على الانت بي سيربر نقول له تم ريستورت كروني دي طب عشان نشوف الـ نقول له كروني سي بي بي اه اه ايشي طب هروح مع بعض على ونفس الكلام بردو هنعمل نفس الـ اللي احنا عملناها هنقلاو الانت بي اه على وهن ادت الفايل اللي هو ميشي بي ونقوم بي 不جان ميشي ميشي دي تا قم بإنستال قم بإنستال crony طيب ctl start crony ctl ctl enable crony d allow ntp to be communicated through firewall .permanent .add .service equals .ntp .firewall .cmd .reload clear ندخل مع عادة edit .configuration file الخاص بال crony.conf .press i . وهنقاد هنا ال id بتاع .ntp server الحاجة اللي هو اسمه .readhead.server.com . . . crony . 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 اه سوري مالش هنقومنت او هنقومنت كل الكلام ده كله وبرضو على السوربر نحطي هنا لو انت مش عندك هوصف فايل ممكن تكتب الاي بي بتاع الانتي بي سوربر تقول له 192.168.1.20 تقول له i first system ctl restart crony d كتبت الاي بي كده عادي الاي بي مش هيقدر يعمل كتبت الاي بي الاي بي كده عادي الاي بي مش هيقدر يعمل كده وكي اترك لينا هو ready sync king مع redhead server.com. بحكي كده في اعتبر خلصنا الجزئية الخاصة بالانتي بي والسي patch. فلو بكيانا ان شاء الله نبدأ مع بعض نشرح ال 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 الotte او هتوضي الوشتسة بايزس وهنكلم برضو عما كده على الاشتراك والسامبا وهندخل على الاشتراك اه اتمنى يكون الاشتراك اعجبكم ان شاء الله ولو في عندك اي سوري تابعيني على البيت وان شاء الله هشوفكم في حلقات تانية السلام عليكم